ما هي أفضل النسك بالنسبة للحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة في التفصيل بارك الله فيكم أفضل النسك للحاج أن يرحلم بالعمرة أولا من الميقات ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقفصر ثم لبس ثيابه وحل من إحرامي حلالا تاما فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج إذا كان اليوم الثامن منذ الحجة أحرم بالحج وخرج إلى ميناء وبات بها ليلة التاسع فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تقلوا الشمس ثم يدفع منها إلى مستلفة ويبيت بها ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس إذا أثر جدا فيرني جمرة العقبة ثم ينحر هدية ثم يحلق رأسه ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويفع ثم يرجع إلى ميناء فيبيت بها الليلة الحدي عشرة والليلة الثانية عشرة ويرني في هذين اليومين بعد الزوال الجمارات الثلاثة كلها يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمع في العقبة ثم إن شاء تعجل فخرج وإن شاء تقل إلى اليوم الثالث عشر وإذا أراد أن يرجع إلى بلدي فإنه لا أخرج حتى يطوف للوداء هذا أصل الأمساك ويسمى عند أهل الذين التمتل لأن الرجل تمتع فيما بين عمرته والحج بما كان حراما على المحرم حيث إنه حل من إحرامه وتمتع بما أحلى الله له فهذا هو أصل الأمساك فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها ينبغي له أن يخرم على الوجه الذي ذكرنا وهو التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لن يفق الهدى من أصحابه به وقال افعلوا ما أمرتكم به بارك الله فيكم الأنواع الأخرى أما النوع الآخر من الأمساك فهو القرام وهو أن يحلم الإنسان بالحج والعمرة جميعا من النقاط فإذا وصل إلى مكة طافل القدوم ثم سعى للحج وبقي على إحرامه لا يحل فإذا كان يوم الثامن خرج إلى ميناء وفعل للحج كما فعلنا فكما فعلنا أولا لكنه ينوذ طوافه طواف الإفاظة الذي يكون معيد ينوذه أنه للحج والعمرة جميعا كما ينوذ الساعي الذي سعى بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعشى طوافك بالبيت وبالصفى والمرأة يسأك لعمرتك وحجك أما المفرد وهو النمو الثالث من الأمساك فهو أن يحرم بالحج وحده من المقاط ويبقى على إحرامه وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن إلا أن المفرد يعتبر أنه إلى مطارن مستقع من روح ولهذا وجد على مطارن الهدي ولن يقضى أن مطارن أتى أو مطارن حصل له مستقع إلا أن المفرد نزل الهدي في سلاح المفرد فهو أنه له الهدي فقط فلن يجد قارن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر